اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس نواب حرص السلطة التشريعية على تعزيز الدور الرقابي والبرلماني وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والامانة والاستخدام الامثلي للمال العام والحفاظ عليه بما يسهم في دعم وتطوير جودة منظومة العمل الحكومي بما يحقق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله واشاد معالي بالدور الحيوي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والادارية في ظل دولة القانون والمؤسسات وحماية المال العام والحفاظ على المقدرات جاء ذلك لدى استقبال معالي رئيس مجلس النواب اليوم معالي شيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية بمناسبة تسليم تقرير الدوان السنوي الحادي والعشرين للسنة المهنية الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين معربا معالي عن تقديره لجهود ومهنية منتسبي ديوان الرقابة المالية والادارية مؤكدا قيام المجلس النيابي باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ودراسة تفاصيل التقرير بكل مهنية وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة من جانبه أكد معالي شيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية أن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والدعم والاهتمام الذي يليه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من الجهات المشمولة بالمراقبة ترجمة نانسي قنقر